من يأتي شيء من المباحات أو المكروهات مثل يحضر مباراة أو يحضر شيئا يجتمع فيه الناس يشعر بفرح أنه حضرة نحن نريد أن أتكلم أنفئة لكن نريد أن نستفيد من هذا الفرح كيف تعرف أنك على الإسلام أن تفرح إذا أضعت الله لا تفعل العبادة تخلصا بل افعل العادة للطاعة ضربة إلى الله الله لا يضر أنك تعصيه لكن أنت تهلك إذا أصيت والوفاة على الإسلام أيًا كان الحال العبد قطعا خير من الوفاة على الكفر قد جاء في دعاء بعض الصالحين اللهم إني أحبك وإن كنت أعصيك الصحابي الجليل عمر بن العاص لما حضرته الوفاة قال اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنت تصر لكن لا حول ولا قوة إلا بك إذا كتب الله لك أن تصلي الفجر في جماعة وأنت خارج من المسجد تستشعر فرحا أن الله برحمته أيقبك من مرقدك أن الله برحمته أيقبك من مرقدك وأقامك بين يديه وردك إلى بيته هؤلاء هم الذين يغبطون والذين إذا أراد الله بهم خيرا ثبتهم على هذا وماتوا على الدين لا يوجد فرح يفرح بالعبد أعظم من الفرح بالإسلام ومما لا يخفى على شريف علمكم أن العبد يحمد الله أن جعله من المسلمين نحن من رحمة الله بنا ولدنا مسلمين أي أن الله أعطانا الإسلام من غير أن نسأله فنسأل الله أن يرزقنا الجنة ونحن نسأل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر